رحبوا يا جماعة معايا من جود شاد يعظم كسطورة هوي انجليزي كنا وما زلنا بنتكلم على نفس الفكرة وهي ان احنا عايزين نطور الدنيا ونطور البلد ونطور الاقتصاد ونحقق كلمة كده بتتكرر كتير اسمها ساستينبل ايكيناميك ديفولبمين ساستينبل ايكيناميك ديفولبمين يعني انا عايز اوصل للنتيجة دي يعني عايز اعمل حاجة اسمها تنمية مستدامة طبعا هنتعودين على سي يعني كونديشن وار يعني ايه ريزوز فانا عايز اوصل للنتيجة دي اكتشف الاقتصادين على مر التاريخ انا هقعد اطور اقتصاد وزبط الدرائب وزبط البنك المركزي وزبط وزبط كل ده انا بعالج المشكلة اقتصادية يبقى النتيجة انا عايز اوصلها اعايز اطور البلد اقتصاديا وحسن الاقتصاد فكانوا علماء الاقتصاد بيواجهوا المشكلة من جانب اقتصادي فقط نشوف الفلوس اللي مع الناس نطبع فلوس اكتر ولا قل نزود الفوائد ولا قل فكانت الحلول كلها اقتصادية الحلول كلها ايه ولكن ثبت ان ده طول ما انت عملت حل المشكلة من جانب اقتصادي فقط نكتحل حلول اقتصادية ده ده حل بس مش حل كافي لازم جنبه اصلاح القضاء والقانون اصلاح يلا القضاء والقانون اخلي القانون اسهل وابسط والقضاء يكون يلا اسرع واقوى اكتر كفاءة فتلاني تلات سفاة بتوع القضاء لازم يكون عندك قضاء قوي وسريع اللي هم يلا قضاء يكون يلا اندبندنت تمام وانبارشيل وافيشل طب انا استفدت ايه لما بيجي لك مستثمر او حتى مستثمر مصري او مستثمر اجنبي اول ما بيجي يفتح بيزنس بيسأل اول هل البلد ظروفة الاقتصادية كويسة تمام واشتغلنا على الاقتصاد كتير وحسننا الاقتصاد طب لو حصل لي مشكلة ووقعت في المشكلة وغالبا هقف مشكلة يا مع مستثمر اخر يا مع العمال كل البزنس في العالم في مشاكل لان في تعارض مصالح انت بتعمل عربيات في غيرك منافسين بتعمل تلفزيونات في غيرك منافسين فيحصل طب لما يحصل لي هاخد حق ازاي يبقى القضاء سريع وكف يبقى انا ده هيشجعني ان انا اعمل بيزنس وزود مصانع ونزود فرص عمل ليه لان الاقتصاد كويس جميل والقضاء كمان قوي والقانون سهلي يعني لو حصل لي مشكلة هتتحل بسرعة يقوم ده يشجعني اعمل استثمار مش بس كده ده يشجع كمان المستثمرين لإيه الاجانب ان هما يجوا يعملوا عندك مشاريع يبقى لو عايزين نحقق الاقتصاد بالاقتصاد اصلاح اقتصادي فقط ده مش هيوصلنا مش هتعمل تنمية مش هتعمل تطوير ومش هتخلي المستثمرين تشجعوا طب لو عايز اوصل ان انا تحصل يعني ايه تحصل يبقى فيه تنمية اقتصادية مستدامة دي اعملها ازاي محتاج كم حاجة اعالج المشكلة من جانبين ازبط الاقتصاد وازبط القانون والقضاء اخو تمام كده يبقى محتاج كم شرط اثنين تمام كده رقم واحد ان انا محتاج اعمل اكيناميك ريفورم انت كده كده لازم تصلح الاقتصاد وكمان لازم تعمل ليجل اند شاديش يلا ايه ريفورم لو حققت الشرطين زبطت الاقتصاد وزبطت البنك المركزي وزبطت الضرائب بيبقى انا كده بحل المشكلة ايه اصلاح اقتصادي اصلاح يلا ايكيناميك ريفورم بس ذات ايكيناميك ريفورم لازم كمان جانبه اعمل ايه يلا لازم كمان جانبه اعمل ايه ريفورم لو حققت الشرطين دول النتيجة هتكون ان انت هتحقق ايه يلا ماشي عشان حاجات دي موضع اسئل اوكي طيب في الاول بيتكلم اللي يعني انت كلكم كده كده يعارفينه وان انت لسه ايه في اول اسبوع في حقوق اول حاجة بيبتلي بتعريف القانون ايهو القانون مجمع من قواعد بتنظم علاقات يافردوا افراد يافردوا الدولة طب معظم العلاقات اللي ما بيننا معظمها ايه ببيع بشتري حتة ارض ببني تمام هنلاقي ان معظم العلاقات مش القانون مجمع من القواعد بتنظم العلاقات طب هي معظم العلاقات علاقات ايه اقتصادية فيها جانب اقتصادي فيها fonitar فبالتالي طالما القانون هناخد تعريف القانون ليش محتاجين نكتبوا موجود عندك في الورق تمام بينظم علاقات ومعظم العلاقات دي علاقات ايه اقتصادية تمام هتلاقي ان احنا في كلية حقوق وفي كل كلية حقوق بنقول عليها الإخليقات بره يقوله يعني كلية حقوق بره إحنا بنقولها بس لكن تجد المدرسة محقود غرضة كلية تجد intentar نح Joe Biden في كل مدرسة لداخل قصود في سنة أمام بانه على قصد القصد ربما تخرجبيINA for class تجد المدرس Nokia وام يكون المدرسين في عشرة القصد ولا تجد المدرسات لمدرسة Unive's يجدها أكثر لكن تجد معارس kayak ايه القانون لان الاثنين بيقصروا على بعضه تمام كده اذا هنقدر نقول ان لو عملنا يلا ركزوا معايا اصدرنا قانون جي المشرع يحط قانون مثلا بينظم البيع والشرات او بينظم ازاي المصانع جديدا زود الاستثمار او بنزبط الدرائب او طباعة الفلوس او 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 تمام كده فعملنا اصدار للقانون عملنا اصدار يلا القانون الشرط الثانى ولكن بدون اوارنس او المقارنس يبقى هنا اهل حصل عندي في المشروع ايه? مشرع nereso يصدر القانون وسمع اي عاجه او او هاشا边 ينقبح او او اواما مش فاهم او 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 استثلم ليست فاهم شيء فالاتصال ماشيش ماتتي ليست فاهم يعني استثمار مش فاهم يعنيب بعض منا ليست فاهم يعنيب تقوم الرقم النتيجة هتكون قانون بلح النتيجة هتبقى لابستين اللابسة الاولانية القانون ده هيبقى يوسلس قانون بينظم البيع والشراء واللي عامله أصدر القانون لكنه عنده اويرنس مش فاهم اقتصاد النتيجة هتبقى القانون ده له لازمة هيزبط الاقتصاد ولا مش هيزبطه ولا توصل لحاجه وهو مش فاهم اصلا ده بالعكس ده ممكن يجيب نهاية عكسية لانه مش فاهم اقتصاد فانا بيصدر قانون جديد لتنظيم موضوع اقتصادي وانا مش فاهم في الاقتصاد النتيجة هتبقى سيئة تمام مش بس كده القانون ده هيبقى معرض كده كده القانون بيتتعدل ده طبيعي بس كل فين وفين لما الدنيا تتغير لكن لانه القانون من الاساس فاسد او بايز او اللي عامله مش فاهم هايحصل له ايه كمان يلا نتيجه التانية listening of هذه النتيجة الثانية كل هذا مفهوم؟ جميل نستنتج بمنطقة البساطة أن هناك شيئا اسمها كوزال لينك كوزال لينك كوزال لينك يعني نقدر نقول أن القانون بيأثر في الاقتصاد والاقتصاد بيأثر في القانون يسأل عشان نفهم أما تحط قوانين تسهل الإجراءات يعني أنا أريد أن أفتح مصنع أو مشروع فلما المصانع تكتر ففرص العمل تزيد فالنسبة معها فلوس والسوء يتحرك فأنا سأعمل الورق سجل تجاري بطاقة ضربية تخريص وترخيص المصنع أذهب المؤسسة بعد ذلك يقول لك لا أذهب المنصورة بعد ذلك أذهب المؤسسة أطلع عندما نسعاد في الدور الثامن بعد ذلك نزل عند الأستاذ الحسن في الدور الثالث ويتبهدلت إجراءات فهنا القانون معقد فبالتالي هتفتح مصانع كتير ولا المصانع هتقل قانون معقد بيصعب الإجراءات فهتلاقي المصانع أقل والبيزنس أقل يعكس القانون سهل والإجراءات سهلة وأن تفتح مشروع سهل جدا فبالتالي المشاريع هتكتر وهتزيد نفس الكلام الاقتصاد بيأثر على القانون وبيأثر على اللي بيحصل في البلد إزاي؟ لما تلاقي الناس مرتاحة وظروفها الاقتصادية حلوة تلاقي المشاكل كتير ولا المشاكل قليلة على عكس لو الناس فارط تلاقي جرام السربة ايه؟ بتزيد لو البلد اقتصادية نوعها تلاقي المشاكل بتزيد وبالتالي حتى لو عندك قانون مش هتعرف تطبقه فالاتنين بيأثروا على بعض بقى القانون بيأثر على الاقتصاد والاقتصاد بيأثر على قانون تمام؟ ودي من الأسئلة اللي ممكن الدكتور يجيبها يقولك فيه ما بينهم كوزا اللينك والتأثير رايح جاي ده بيأثر على ده وده بيأثر على ده اوكي؟ طيب نوصل للآتي خلاصة باش؟ عايز تزبط الاقتصاد؟ عايز تقوم البلد؟ اعمل اصلاح اقتصادي يلا هعمل ايه؟ ريفورم عشان الهدف بتاع ان انا اعمل ايه؟ ايكيناميك ديفولوبمنت النهاردة باسكت؟ ولا سستنابل ايكيناميك ديفولوبمنت؟ عايز اعمل تنمية مستمر ثبت تاريخيا تمام؟ انك لو ركزت على الاقتصاد بس عشان تطور البلد اقتصاديا يبقى ايكيناميك ريفورم او لا تنمية؟ لا تنمية عايز توصل للسستنابل ايكيناميك ديفولوبمنت يبقى لازم تعالج المشكلة من جانبين تعمل ايه؟ تصلح الاقتصاد يبقى تعمل ايكيناميك ايه؟ ريفورم ادي اول شرط وتاني شرط تعمل ايه؟ ليجا الانجاديشي الريفورم وتصلح القضاء والقانون وتخلي القوانين اسهل والقضاء اشتر واقوى واسرع النتيجة هتبقى استثناء بالايكيناميك ايه؟ وده فعلا اللي حصل وبدأ ايه حصل في اخر عشرين سنة لان قبل كده مكانش حد مقتنع بالفكرة دي لا في اخر عشرين سنة بقى انا مقتنعين ان الاصلاح الاقتصادي مش هيجي من تغيير الاقتصاد بس لازم تطور الاقتصاد وكمان تطور ايه؟ القضاء والقانون تمام؟ جميل هنفرق ما بين النظام الاشتراكي وما بين النظام رأسمالي هكذا الالكوزئي دي مهمة وموضع سؤال جدا ناخدتشابهات الاختلافات لدينا نظام الكميونيست او الqual? السوفيتي مرارة النظام الشيوعي او السوفيتي وعكسه نسمى الجتحي أو الفترة عكسه مين؟ المستلحات او كابتاليزم في النظام الشيوعي او الاشتراكي معظم المصانع والاراضي والمشاريع مع مين؟ في نظام الاشتراك في الاتحاد السوفيتي مع مين؟ مع الدولة فبالتالي عندك مثلاً عشر مصانع عربيات تسعة منهم أو العشرة بتوع الدولة فبالتالي لو حصل مشاكل ما بين المصانع دي هل هيحتاجوا القضاء؟ سؤال ولا الدولة أو وزير الصناعة هيحلها ما بينهم وبين بعض إيه رأيكم؟ ليه؟ لأن المصانع كلها بتاعت مين؟ فالدولة مش ترفع على نفسها قضية المصانع كلها بتاعتنا اللي لف بيتها زي ما بنقول كده بالبلدي فطالما معظم المشاريع ومعظم المصانع مع الدولة خد بالك دايماً المشاريع بيحصل ما بينها تعرض في المصالع ده البديهي ولكن معظم المشاريع في النظام الاشتراكي كلها بتاعت مين؟ فده مصنع تابعة الدولة؟ ده مصنع تابعة الدولة؟ هل منطق أن الدولة ترفع قضية على نفسها؟ فبالتالي بنلجأ للحل الداخلي يعني ايه؟ زي وزير الصناعة مثلاً أو الرئيس يتدخل فيها أو وزير مهم أو محافظ مهم يتدخل فيها ويحل الليلة فهنا الدولة في النظام الاشتراكي نادراً لما بتحتاج القضاء لأن في الحتة الاقتصادية لأن معظم المشاريع أصلاً مع دولة طب هيحصل مشاكل؟ اه يحصل مشاكل طب لو حصلت هنحلها داخلية من خلال الوزارة فينا في بعضينا بدون ما نلجأ للقضاء يبقى ناخد بالنا في الكميونيست في الكميونيست يلا في النظام الاشتراكي موست يلا تعال نخليها جمع معظم المنازعات هيحصل لها ايه؟ احيانا ممكن لنجأ للقضاء بس هنقول معظم الايه؟ المنازعات يلا يعني بيتم حلاها ويتم تسوياتها من خلال مؤسسات الايه؟ الدولة تمام؟ وزير يخش ويحلها الرئيس يخش ويحلها لأن المصنع ده بتاع الدولة والمصنع ده برضو بتاع دولة ما هيكل المصنع بتاعت الدولة هي معظمة بتاعت الدولة بناء عليه هل هنحتاج نلجأ كتير للقضاء ولا نادرا لما نيجأ للقضاء؟ نادرا لما هنجأ للقضاء هل هنا هنحتاج نصلح القضاء ونطوره ونصرعه ولا مش هنهتم اصلا بالموضوع مش هنهتم بالموضوع يبقى في النظام الاشتراكي لو انت عندك نظام اشتراكي او اي نظام اشتراكي ده مثالي يعني في النظام الاشتراكي بيكون عندنا يعني اهتمام اقل بفكرة الجريشيا الايه? ليه هما مش مهتمين باصلاح القضاء? لان هما اصلا نادرا لما بيلجأوا. هنصلحوا ليه? ونصرف عليه فلوس ليه? ونعين قداء كتير ليه? ونعين محاكم كتير ليه? واحنا اصلا نادرا لما بنحتاجه. تمام? فالمشاكل كلها بتحلها في الغالب السلطة التنفيذية فيها في بعضها. لان المشارعات كلها بتاعت مين? الدولة ونادرا لبنلجأ للقضاء. تعال انعكس. تمام? بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. العالم لغاية سنة تسعين واحد وتسعين. تمام? روسيا هي دلوقتي قبل كده كان اسمها الاتحادي ليه? السوفيتي. وكان جزء من الاتحاد السوفيتي كانت دول كتير متحدة مع بعض. منها كان جورجيا. منها كان اوكرانيا. منها كان دول كتير على فكرة. يعني بوتين دلوقتي عايز يحتل لكورانيا وعايز يرجعها لي لانها في يوم الايام كانت جزء من روسيا. المشكلة اصلا بدأ من هنا. فاهم ازاي? المهم? فاللي التحاد السوفيتي ده كان كبير قوي. لما تفكك اتفكك لدولات اكبر واحدة منهم لغاية دلوقتي كان اوكرانيا من اليايا روسيا. المهم بعد انهيار التحاد السوفيتي العالم كله كان مقسوم لفريقين. نص الدول العالم تقريبا كتراسة مالية بتقلد امريكا. ونص دول العالم كانت بتقلد للتحاد السوفيتي وكان دول ايه? بما فيهم مصر ام عبد الناصر. كنا طابعة للتحاد السوفيتي. لما انهر للتحاد السوفيتي العمدة وقع جدعاني. البوب وقع. فثبت ان الاشتراقية بشكلها ده فاشل او عيوبها اكتر من مميزاتها. فبدأت معظم دول العالم تتجه الناحية التانية وتروح نحيط الايه? الرأس مالية. زي ما جيب بعد كده السادات وراح نحيط امريكا وبقى يشتري سلح من امريكا وبقى يعمل انفتاح وبقى دول العالم. برضو عندنا دول اوروبا الشرقية. اوروبا مقسومة نصين. اوروبا الغربية اللي فيها انجلترا وفيها فرنسا وفيها المانيا والدول المتقدمة. اوروبا الشرقية الناحية التانية اللي هي قرب روسيا. خلاص. اللي فيها جورجيا والتوانيا والادفيا وشوية دول كده حتى انت تستغرب لما تسمعها عسمية. دول ضعيفة شوية. وكانت زمان ايه? اشتراكية تبقى اتحاد السوفيتي. وجزء منها كمان كان جزء من الاتحاد السوفيتي. زي اوكرانيا في يوم الايام لغ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يلزمنا لقاتي. العالم بعد ما كان نصه اشتراكي معظم الدول اللي كانت اشتراكية بدأت تحول. لف وورجع تاني. لف وورجع تاني. وراح لتنهندراطي ايه يا الله؟ الرأس مالية. تمام؟ استطوائش انا اتغير. في الرأس مالية اللي بيحصل معظم المشاريع بتاعت مين؟ في الرأس مالية في الماركت سيستم في الكابيتاليزم معظم المشاريع والاراضي والمصانع مع مين؟ مع الدولة ولا مع القطاع الخاص؟ قطاع خاص. فنبدأ ندي حرية للناس وحر في الانتاج والمشاريع. فبالتالي معظم المصانع بتاعت رجال اعمال. وكل واحد عايز يدور على مصلحته. تمام؟ وغالبا كل واحد يدور على المكسب. وغالبا طالما في مصالح كتير يبقى المصالح حتى تعرض. تمام كده؟ احنا عندنا عشر مصانع تلفزيونات او مئة مصنع تلفزيون. تسعين منهم او خمسة وتسعين منهم انا دل مرة دي بقى في نظام رأس مالية. بتوع رجال ايه؟ اعمال. ممكن نتعرض. واحد يسرع من واحد برأة اختراع. واحد يسرع يشتم واحد تانيه في اعلان او يقلس عليه. واحد حاجات كتير جدا ممكن تحصل تعرض ايه؟ مصالح. تمام؟ في نظام بقى رأس مالي. بيعترف بالحرية والملكية الفردية. الحرية او يلا. ويديك الحق ان انت تملك مشاريع. نسبة تعارض المصالح هات ايه؟ هتزيد. وهنا مش كل المصانع بتاعت الدولة فهنحلاها في بيتها. لا دي مصالح بتتعرض. وكلهم رجال اعمال. وكلهم كتاع خاص. يبقى هنحتاج قداء اكتر ولا قلب. اكتر. يبقى في النظام الاشتراكي. نرجع تاني. في النظام الاشتراكي. الاهتمام بالقضاء. وتطوير القضاء اوليف. العكس. في نظام رأس مالي. يعترف بالحرية. وان الملكية الفردية. والملكية الخاصة والحرية. هنحتاج القضاء اكتر. لان اتعرضوا المصالح. وفي الاخر لا دا دولة ولا دا دولة. كلهم رجال ايه؟ اعمال. تمام؟. نتعلم نشوف بقى الوضع في الماركت سيستم. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. خد عندك. بدأ يزيد الماركت سيستم في العالم اللي هو ايه. عايز له كلمة تانية. كمان بدأ يزيد فكرة البرائفت اونرشيب. يعني مين البرائفت اونرشيب؟. الملكية ليه؟ خاصة والفردية. فمشاريع الخاصة والكتاع الخاص زاد اكتر. تمام؟. كمان فكرة الدموقراطية بدأت تزيد. مش الدولة هي اللي بتتحكم فينا. بالعكس. الشعب هو اللي بيختار الرئيس هو اللي يختار البرلمان هو اللي يتحكم في الدولة هو اللي يوجه الدولة. يعني السلطة والحرية في ايد مين؟ الشعب اكتر. على عكس نظام السوفيتي او الشيو او زي الصين لغاية دلوقتي النهاردة الشيوعية سياسيا تحكم شعبها لأقصى درجة. تمام؟. كل مما الحاجات دي زادت. اللي هي ايه بقى انا. النزام الرئاسمالي زاد. الملكية الخاصة زادت. كل ده حصل انت بعد انهيارت الحدي ليه؟ سوفيتي تمام؟ فكرة الدموقراطية بدأت تزيد كل ده. هيخلي احتياجنا للقضاء اقل ولا اكتر؟ اكتر. يبقى عايزين قضاء اكتر. يبقى عايزين محاكم اكتر. عشان تحللنا مشاكلنا اللي عمالها تزيد ما بين القطاع الخاص. وبين رجال الاعمال. فبالتالي هنحتاج اصلاح قضاء اكتر. تمام كده? عشان يبقى القضاء اسرع بحل المشاكل اللي كتير. تمام؟. كمان في ظل الجلوباليزيشن والبرايفاتايزيشن. في ظل يلا? جلوباليزيشن والبرايفاتايزيشن. دول ظاهراتين تمام؟ ليهم اثار ايجابية واثار سلبية. تمام كده؟ العالمة على سبيل المثال اثارها ايجابية بالنسبة لمن؟ امريكا. امريكا النهاردة مسيطرة على العالم بفكرة الجلوباليزيشن. وبفكرة امفتاح الاسواق. لان من نهاردة احنا بناكل لبس. بناكل امريكي وبنلبس لبس امريكي. ومعظم العالم كده على فكرة. متأثر بالثقافة الايه? الامريكي. حتى كلنا بنلبس بنادي جينس هم اللي اخترعوا الجينس ده. تمام كده؟ مش بس الاكل اللي احنا بناكل. فازن ظاهرة العالمة خلاص لمصطعة امريكا لدرجة ان احنا لو تفتكروا في الترم الاول كنا بنوصفها بامريكانيزيشن. يعني امريكاني خلاصة الكلام. العالمة لها اثار ايجابية ايه? اي ظاهرة لها اثار ايجابية ايه? مش هل نتكلم عن اثار ايجابية. مين بقى اللي بيتضر من العالمة? النهاردة انا بفقد هويتي. بفقد لغتي. بنكتب على الكيبورد. بتكتب العربي بحروف انجليزي. احنا في كارثة. خلاص. لبسك ملاكش لبس ملاكش هوية. انت كل يوم بتفقد هويتك اكتر من الاول. وبالذات خلاص يبقى العالم معظم الدول المتخلفة والدول النامية تأثرها من العالمة. تأثر ايج ايجابي ولا تأثر سلبي. حتى احنا لما اخدنا منهم. اخدنا منهم العلم والبحث العلمي والسواريخ والفضاء والاسلحة. ولا اخدنا منهم الهرتلة? الهرتلة. التأليد في الاي كلام. تمام? فهنا تأثير العولامة على الدول النامية والمتخلفة. ركز معا شان ده برضو موضوع سؤال. تأثير ايجابي ولا سلبي? سلبي. تمام كده? فخلنا نفقد هويتنا. خلى الناس الفقرة فقرة اكتر. والناس المحتاجة محتاجة اكتر. طب ايه علاقة العولامة يا شدي بالكلام ده? خ الوقت فيه شركات عملاقة. متوغلة في كل حتة. زي جوجل. زي فيسبوك. زي كينتاكي. زي ميكدونالدز. منتشرة في كل حتة. عما لا تزداد غنى. النهاردة انت عشان تفتح مصنع ولا تفتح مطعم. انت على المشاية والجامعة انت راح تنفس مين? راح تنفس اغلى واقوى برندات في الايه? في العالم. تمام كده? وبالتالي تأثير العولامة على الدول الفقيرة. وبالذات على الفقرة والمحتاجين تأثير سلبي. طب انا اتظلمت. ومش عارف اخد حقي. او ش يشغل عند شركة من الشركات دي زي كينتاكي او ماكدونالدز. مش عارف اخد حقي. او فتح مطعم وتعارضة مصالحي مع ماكدونالدز او كينتاكي. مين يجيب الحقي؟ القضاء. حلو قد. تمام كده؟ في ظل العولامة. لما الظلم بدأ يزيد اكتر بالنسبة للمحتاجين والفقرة. بقى هنا محتاجين القضاء اكتر عشان يحللنا المشاكل دي. تمام؟ خدس على بعض. وبرضو كينتاكي وماكدونالدز دي شركات قطاع خاص. بس جاءنا من مستثمر ايه؟ اجنبي. تمام؟ عندك برضو البيتزيشن. يعني ايه البيتزيشن؟ احنا عندنا يلا يا المشروع مملوك للقطاع العام يبقى اسمه public. يلا المشروع مملوك للقطاع الخاص يبقى اسمه private. طيب ايه بقى البيتزيشن دي. الخص خصة. يعني نجيب مشروع كان مملوك للدولة زي ايام عبد الناصر معظم المصانع اللي كانت في ميت غمر والمحلة مملوك للدولة. يعني كانت public sector كانت ايه الله? public sector. ونقوم جايين بقى هالرجال اعمال. بعد ما كانت قطاع عام أصبحت قطاع خاص. إن أنا باعت مشروع قطاع عام باعت الرجل أعمال زيك زي كده. يبقى أنا كده عملت حاجة اسمها خاص خاصة. خليته بدلا ما هو يبقى قطاع عام يبقى قطاع ايه؟ خاص. فكرة كلما الخاص خاصة تزيد كلما الخاص خاصة تزيد. أول حاجة معظم الخاص خاصة حصرت في عادة مبارك. كل رجال الأعمال اللي كانوا بيشتروا مصانع أحب أقول لك تلات تربع المصانع أول حاجة كانوا بيعملوها بيرفضوا نص العمال. فتح كلام كده صباح خيرا مصر عندنا كمان عامل هنا. ألفين ارفض ألف. لأنه وجاي. هموا انه يشغل أكبر عدد من الناس ولا هموا يكسب؟ الدولة كان بتضي مرتبات وبتدلع. مفيش مشكلة. لكن لما جي رجل أعمال اشترى المشروع أول حاجة عملها بيخش يرفض نص العمال. ويجي بدلهم آلات ومعدات عشان يوفر في التكاليف. طب العمال اللي ترفضوا كان لهم عقود وكانوا متوظفين في الدولة بالقانون الإداري. النهاردة بقوا منتحت رحمة القطاع الخاص. وعايز حقه وعايز مكافئة وعايز مكافئة نهاية الخدمة. أو عايز يتثبت في الشغل ويرجع الشغل. يبقى محتاج يرفع قضية. فالخصخصة فادت ناس قليلين اللي هم رجال الأعمال الأغنية قوي. اللي اشتروا المصانع دي. لكن ضرت معظم العمال واللي كانوا شغالين. فالمشاكل هنا بتقل ولا بتزيد؟ بتزيد. يبقى عندنا هنا أثار سلبية للجلوباليزيشن خلتنا نحتاج قضاء أكتر. عندنا أثار سلبية للبرايفاتايزيشن بالنسبة للفقر والمحتاجين والعمال خلتنا نحتاج القضاء أكتر. وطالما هنحتاج القضاء أكتر كل يوم هترفع قضية كل يوم هترفع قضية كل يوم هترفع قضية كل يوم هترفع قضية. يبقى محتاجين نزود المحاكم ونزود عضل القضاء ونخلي القضاء أكثر كفاءة وأكثر سرعة عشان يلاحق على المشاكل الكتير. يبقى على عكس أيام النظام الشيوعي كنا مش محتاجين إصلاح قضائي لا في النظام الرأسمالي وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقى هنا محتاجين القضاء أكتر وإصلاح القضاء أكتر. والقضاء أسرع كمان لأن المشاكل كترت. بعد كده بيقول لك أنت بس مش محتاج بس تصلح القانون والقضاء لأن فيه عندك كوريليشن ما بين اللوء أبليكيشن والجي لي بي. يعني لو عندك قانون جيد وبيطبقوا قضاء جيدين. وبيطبقوا يلا. قضاء جيدين الاقتصاد هيبقى أحسن. فبالتالي الجي لي بي. اللي هو إجمالي الناتج المحلي هيزيد. ويعلم. تعلم أن ناخد الدول العربية فين هي من المدعكة اللي بتحصل في العالم ده. هل قدر التحقق المعادلة دي اللي هو عملت إصلاح اقتصادي وإصلاح قضاء. أحب أقول لك إحنا مثلا على سبيل المثال قطع نشوط قوي جدا في الإصلاح الاقتصادي. قوي جدا بالذات في البنية التحتية. ولكن لسه القضاء عندنا بطيء وما بنحقش على مشاكل. قضاء مستقل. قضاء نزيه. لكن مشكلته في الايه؟ في السرعة. هم اللي قصدين يتأخروا أو بسبب كتر القضايا؟ كتر المشاكل. وعدد القضاء ايه؟ قليل. فغزبا عن النبي بطيء. همم كده؟ ما بيلاحقوش. فالغاية دلوقتي. دول العربية معظمها. معظم الأرب ايه؟ كنترز. فشلت. في تحقيق الدمقراطية. تمام؟ فكرة ان الشعبي ليه دور دافس سنة كفة في معظم الدول ايه؟ العربية. احنا لسه عندنا ملكية يا جدعاني. الملكية لسه موجودة عندنا في الخليج. المخيلين احنا ورا قوي. في حطة الدمقراطية. تمام؟ هل عندنا؟ لا. اه. في صفاته مستقل. بالذات في مصر. اجدنا مصر كحالة. من قلت عشان القضاء يبقى قاوي. لازم يكون في كم صفة؟ ثلاثة. يكون يلا. القضاء في مصر المستقل. استقلال الجزء. طب يلا. قضاء المصري من انزل قضاء ومتنقين على الفراز. اه. طب. سريعا؟ لا. يبقى فقدنا الشرط ده. بسبب ان عدد القضاء ايه؟ قليل. ميت مرة يا جدعان عينوا قضاء اكتر. عينوا ناس اكتر. في الدولة تقولك ما عناش فلوس. احنا لما هنعين قضاء اكتر هنحتاج ايه؟ فلوس. هندي مرتبات. اعملوا محاكم اكتر. مش ده يحل المشكلة؟ لما المحاكم تزيد هتبقى اسرع في حل المشاكل. ما عناش فلوس نعمل محاكم اكتر. الميزانية لا تسمح. تمام؟ ولكن مؤخرا بدأنا نعمل ده. لدرجة ان مصر عملت محكمة متخصصة ودي من الخطوات القوية جدا اللي مصر عملتها في اصلاح القضاء. اسمها محاكم اقتصادية. اسمها يلا؟ محاكم اقتصادية. يعني ما بتحلش المشاكل الاقتصادية لرجال الاعمال الكبار والمستثمرين الاجانب كمان. بس للأسف لما مش موجود لها فروع في كل حتة في مصر في القاهرة وفي اسكندريه بس على تقريبا على حد علمي يعني. تمام؟ خلاص الكلام. ان مصر بتحاول والدول العربية بتحاول ولكن لغاية النهار ده. ما عندناش ديمقراطية في الدول العربية. استرونجيا ديشر عندنا مشكلة في سرعة القضاء. فالنتيجة هتبقى في تنمية اقتصادية ولا مفيش. الريزلت يلا. انا عندي اوه سي وان مفيش ديمقراطية. سي تو مفيش سترونج جاديشري. يبقى بداله ويك جاديشري. تمام كده؟ فالنتيجة هتبقى ايه بقى يلا؟ الريزلت هتبقى ايه؟ ولا الناو ديفولوبمنت؟ ناو ديفولوبمنت. ايه الحل بقى باشا؟ اديني الحل كده في مصر. والديني الحل على مستثمر العربية. لازم تحلل المشكلة من المنظرين. تعمل ايه؟ لا. لازم تعمل ايه؟ ريفورم. وايه كمان؟ وليه يجل كمان وشديشة ليه؟ ريفورم؟ لا وكمان يبقى عندك قضاء قوي. وكمان محاكم متخصصة. زي اللي مصر عملتها كده. ليه اسمها المحاكم الاقتصادية. المحاكم ايه؟ الاقتصادية. تمام؟ ولون دكتور مقلهاش كمثال يعني. بس انا حبيت اقول هلكو ده مسال موجود في الحقيقة فعلي. ماشي؟ خلاص شباب. فهمنا الحديثة دي كلها. يلا نقرأ ونطلع شوقات مصطلحات. من الورق قبل ما اخش على الحتة الاخيرة. وسهل الحتة الاخيرة سهل. انا مش هقرأ كل كلمة. لان فيه حاجات بديهيات انا اعدي عليها وفيه حاجات انا اشحطها بالتفصيل. بس فيه كلمات وطريقات لازم اعرف عندها. اوكي؟ يلا بينا. بيقولك ايه؟ ده تعريف القانون مش محتاجين نقرأها. مجموعة من القواعد بتعمل يلا. بتنظم العلاقات. نخش على الفقرة التانية. طب معظم العلاقات. علاقات ايه؟ اقتصادية او فيها economic dimension او economic nature. وبناء علي نخش على الفقرة اللي بعدها. عشان كده لما بنيجي ندرس قانون في الكليات. تلاقي كليات حقوق جواها مواد ايه؟ اقتصاد. تمام؟ طب انزل في الفقرة التالتة في اخر سطرة على يمين خالص. هتلاقي كلمة اسمها causal relation. causal ايه يلا؟ relation. علاقة ايه؟ السببية. ان القانون بيأثر في الاقتصاد. والاقتصاد بيأثر في القانون. تمام؟ يبقى هو هنا كل اللي الدكتور عمله. عرف القانون. القانون بمجموعة من القواعد. تنظم العلاقات تاني فقرة. معظم العلاقات ايه؟ اقتصادية. لا ينفعش تدرس قانون بس ولا اقتصاد بس. لازم تدرس الاتنين. لان الاتنين يقصروا في بعض. تمام؟ خش على بعده. هتلاقي حاجة اسمها Life Evidence. لغاية الاخر. بيدي لك المعادلة بتاعت. اللي انا كتبها لك هنا تحت. ان الاقتصادي الواحده لا يكفي. لو انت عايز تعمل تنمية. لازم اصلاح اقتصادي. وجنبه اصلاح قضائي وقانوني. تمام؟ ايه دي بالصفحة؟ The issue of judicial reform. فكرة الاصلاح القضائي. بدأنا نهتم بها في العالم امتى؟ فكرة الاصلاح القضائي بدأنا نهتم في العالم بها امتى؟ يلا بعد انهيار الاتحاد الايه؟ سوفيتي. ونفرق ما بين الانظمة الاشتراكية والانظمة الرأس ايه؟ مالية. يلا في الانظمة الاشتراكية. ومعظم المشاريع بتاعت الدولة. فاحتياجنا للجوء للقضاء قليل. وبالتالي احتياجنا الاصلاح القضاء قليل. تمام؟ نقرأي الله. بقول لابدأ ايشو افجريشا ريفورم. بدأت تحصل على اهتمام في العالم. مور كونسودريشن. مينلي. بعد ايه الله؟ كولابس. اوف. كوميونيست. سوفيتي يونيون. بعد انهيار الاتحاد الايه؟ السوفيتي الاشتراكي او الشيوعي. تمام؟ وبدأ العالم يتحول. يبعد عن اشتراكية ويروح اكتر راحية الراس ايه؟ مالية. الايه المشتراكية. بقى ايه اللي بنحتاج؟ سوفيتي. لان ايه اللي كان بيحصل ايام الاشتراكية؟ تمام؟ من موضوع ما تغيرشن بعد الاشتراكية. او بعد انهيار الاتحاد الايه؟ سوفيتي. بسبب. هيفسر لك هو ايه اللي كان بيحصل ايام الشيوعية. يعني لم بدأنا يهنش نهتم بالقضاء الا بعد انهيار الشيوعية. تمام؟ بسبب يلا. يعني معظم المشاريع بتاعت الدولة. يا كلها يا معظم. وبالتالي. ليه كان فيه اهتمام قليل بالقضاء. لان طب يا عم ما فيه مشاكل. ما هون نادرا لما بالجأ للقضاء فمش مهتم بيه. تمام? لان معظم مشاريع بتاعت الدولة. لان هنا بتجيب معنى كتير بمعنى بيكوز. دكتور ريدا بيستخدمها كتير بمعنى بيكوز. ماشي? as most of disputes would be settled في القضاء ولا within state institutions. انا في نظام اشتراقي. يبقى معظم مشاكلها بنحلها في ايه? في بيتها. يوم داخل وزير حللها. بدون ما نلجأ لليه? للقضاء. كمام كده? كلير? النظام بقى الرأسة مالي عكسه. اللي جاي كله بقى هنتكلم لما نهار للتحسل فيتي. وبدأ يظهر مين يلا? الماركت سيستم. تمام? جنبا على طول هتلاقي كلمة ايه? ايه? اونرشب. بدأ يظهر الرزام الرأسي مالي او كابتاليزم. وفكرة الملكية الخاصة. فالعكس الاية هنا تقلبت. معظم المشاريع هتبقى مع القطاع الخاص. تمام? فاذا ننزل في السطر اللي بعده هتلاقي. بدأنا. is expected to play the principal guard. هنا القضاء هيبقى هو الحارس والحامل لحقوق الناس. مش المشاريع بقى كتخص. طب لما نتشاكل. طب لما نتعارض. نحلاس زي. نلجأ للقضاء. تمام? خصوصا لما يحصل ايه? خدها كده قاعدة. في النظام الرأس مالي. تمام? تعارض المصارح بيزيد واحتمالية تعارض المصالح بتاة ايه? بتزيد. لان المصالح بتاعت ناس كتير. على عكس في النظام الاشتراكي كل حاجة كات في ايدي لايه? الدولة. فالدولة منظمها. حتى لحظها مشكلة بتلماها. مع نفسها. بدور القضاء. تمام? او نادرة لما تلجأ للقضاء. اما هنا في مئة رجل اعمال هيتعارض مصالح. فتعارض المصالح هيزيد فهنلجأ للقضاء اكتر. في الرأس المالية. برضو بدأ تصل فكرة ديمقراطية والغار بيقولك الدمقراطية وانزوج الدمقراطية وحقوق الانسان والكلام اللي بيقود يقولو ده. تمام? برضو دور القضاء بدأ ايه? يزيد. انزل معي على السطر التاني عليمين. على السطر التاني عليمين. على السطر التاني عليمين. يلا. يعني انا بدأ في الفقرة اللي فيها ايه. تاني سطر عليمين. في زل القضاء قوي. والقضاء القوي عشان يبقى قضاء قوي. لازم يكون في كم صفة? ثلاثة. اللي هو ايه يلا? و ايه كمان يلا? و ايه كمان يلا? مستقل و نزيه او محايد يعني. و ايه? و كف. يعني كف سريع. تمام كده? جميل. بلاتك الستابيليتي بيبدأ يظهر حاجة اسمها استقرار سياسي. الدولة خلاص? الشعب بيختار الحاكم بتاعه. فليه دور و ليه رأي. فتلاقي فيه استقرار. مفيش مشاكل. مفيش مظاهرات. مفيش عطسامات. لان الشعب ليه رأي. فنادرا لما يحتاج. تمام كده? كمان بيحصل حاجة مهمة اسمها كنترول. يلا علينا عليها. تلاقي السطر الرابع. كنترول. احنا عندنا كم سلطة? تلات سلطة. تشريعية و قضايا. تنفيذية. فالقضاء لو قوي. مش بس بيحل مشاكل الناس. لا. ده كمان بيشرف ع السلطة التنفيذية. و بيشرف كمان ع السلطة تشريعية. تمام? فقوة القضاء لما يزيد. استفدت حاجتين. حل مشاكل الناس ايه? اسرع. ليه المشاكل الاقتصادية ما بين الناس. وكمان بقى عندي افكتف كنترول ع السلطتين التانيين. اللي هما مين بقى? سلطين التانيين اللي هما مين يلا. ومين كمان يلا? والاكزيجريف اثوريتي. ازاي برايب ع السلطة التنفيذية? لو غلطت عندي محاكم ادارية. ومجلس دولة. فانا ممكن اترفض. ممكن اخسر مشكلة امام الدولة. فاروح ارفع عليها قضايا امام القضاء الايه? القضاء الايداري. القضاء الايداري من انزه ومن اقوى وكمان سريع. الى حد ما. من اسرع القضاء في مصر. تمام? طب ازاي اشرف على السلطة التشعية. ازاي القضاء بيشف على السلطة التشعية? لو السلطة التشعية اصدار القانون معارض للايه? للدستور. عندنا محكمة اسمها المحكمة استرائيل العليا تلغي القانون. تحكم النواة غير ايه? دستوري. فلو عندك قضاء قوي بيحل مشاكل الناس وكمان بيرائب على السلطتين التانية. ماشي? خش معها لبعض يا الله. بسايدز ازاي ايمان البعض و الخشخصة ليهم اثار ايجابية بس الدكتور لا اتجاب ش سيرة اثار ايجابية. ولا في الكتاب ولا في المحاضرة. بس اي فكرة او اي ظاهرة في العالم بيكون لها اثار ايجابية اثار ايجابية ايلا? سلبية. الكلباليزيشن فاد من الدول القوية لكن ضر من الدول النامية والفقرة. فالفقرة عالميا ده فور جيتس بورر. يعني ده بور جيتس بورر؟ الفقر اسداد فقر. ماشي? والمحتاجين كتروا ومشاكل كثيرة بسبب ظاهرة العولمة وظاهرة الخسخصة خسخصة ايجوا رجل الاعمال ده استفاد فهو رجال الاعمال استفاد بس اشترى المصنع وطرد العمات فعدد كبير الضر نتيجة ان فيها اضرار ونجاتف افك نجاتف ايه الله؟ افكت اللي اتضروا من العولمة او اللي اتضروا منه ها؟ هتضروا من العولمة ازاي؟ انا مشروع صغير بنافس النهاردة مشاريع عملاقة انا عامل كنت شغال في الدولة لما باعوا المشروع الرجل الاعمال رفادني اتضررت اوه حاجتين دوت اتضررت عايز حقي بعمل ايه؟ احتاج القضاء اكتر تمام؟ بعد كده هتلاقي في الفقرة دي تمام؟ بيقولك under the privatization policy state social protective rule دي من الاسئلة الممكن تيجي دور الدولة في حماية العمال وانه لما يتعين كان زمان يقولك كده اللي يتعين في الدولة عمره ما يترفت فين وفين ويفضل دايما المرتبه تمام؟ دور الدولة في حماية العمال زاد ولا قال؟ قال ده سلمت العمال تسليم اهالي الرجال الاعمال يعملوا فيهم اللي هم عايزينه فهنا دور الدولة في حماية العمال ايه؟ قال تمام كده؟ انزل على السطر اللي بعده هتلاقي كلمة shrinked وdimension دور الدولة قال انا في نظام رأس مالي دلوقتي فدور الدولة بيزيده ولا بيقل؟ بيقل طالما دور الدولة قل ودور السلطة التنفيذية قل ودور الحكومة قل في حماية العمال يبقى مين اللي لازم دوره يزيد عشان هي يحمل عمال؟ قضاء فهنا هنحتاج القضاء اكتر ماشي؟ عشان نعوض الفرق ده خلاص؟ فانزل معايا الله هتلاقي كلمة ايه؟ requires strong في السطر التالت تحتها على طول strong legal and judicial institutions وهنا هنحتاج مؤسسات قضائية وقانونية ايه؟ قوية عشان تيجي بحقوق الناس تمام؟ في نفس الفقرة بنعمل correlation ما بين مين وين يلا؟ قانون قوي اقتصاد قوي قانون ضعيف اقتصاد ضعيف اعرف ان انت عندك قانون قوي هيبقى عندك يلا جي دي بي مرتفع والانتاج هيبقى زي الفول تمام؟ بنسميها correlation بنسميها يلا correlation خدش معايا على الفقرة اللي جاية هتلاقي بيقولك for the above reasons for yallah the above reasons it has been stated that under democratic change العالم بيتجر حتى الدمقراطية اكتر وان الشعوب يبقى ليها رأي and the adoption of market policies فين الاسباب دي يلا؟ الاسباب ايه؟ زيارة الرأس مالية زيارة الملكية الفردية والحرية الفردية زيارة الدمقراطية في العالم والاسباب دي كلها وكمان الاضرار بتاعت الـ globalization والاضرار بتاعت مين يلا؟ الـ privatization هيدي الاسباب بالسبب الاسباب دي كلها تمام؟ بقينا بنحتاج قضاء اكتر يلا ركز اوه بيقولك The demand The demand The demand المحاكم مش المشاكل بتزيد يبقى الطلب على المحاكم هيزيد وحتياجنا المحاكم هيزيد تمام؟ يبقى The demand خلاص فبالتالي الحل هيبقى تحت في اخر سطر القضاء محتاجة يبقى يلا العرب فشلوا ولا نجحوا فشل الفقرة اللي بدأ بيقولك ان العرب فشلوا ما عندهمش من دموقراطية ما عندهمش قانون قوي ذات الـ Arab countries الحل بقى تحت حل في اخر فقرة طالما هم فشلوا لو عايزين ينجحوا يعملوا ايه الـ Arab countries يحتاجوا بشدة محتاجين قوانين احسن وشفافة و جيدة محتاجين قضاء قوي و عادل وكما محتاجين 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 ان فكرة القضاء المتخصص الزيد مثل المحاكم الاقتصادية في مصر محتاجينها تزيد اكتر ماشي؟ كلير يا شباب دلوقتي السؤال التاني او الفكرة التانية اللي بنتكلم فيها احنا في ظل عولامة دلوقتي ومنظمات دولية كتير صح؟ يعني مثلا لما ظهرت الكورونا في بداية الكورونا طلع منظمك اسمها الـ World Health Organization اللي هي اسمها اي الله؟ الـ WHO صح كده؟ الـ WHO دي وقالت لك اعمل اغلاق اعمل حظر تجول وفيه ناس سمعت الكلام وفعلا لحقت الوباء وفيه ناس ما سمعتش الكلام زي ايطاليا والوباء ايه؟ تفش لان معظم منظمات الدولية بتنصحنا مش بتكبرنا نادرا لما بتستخدم بتديك نصايح بس تمام؟ او المساعدات يتاخد اياه؟ ما تاخدهاش تمام؟ في ظل نفس الفكرة دي تمام؟ بيقولك الـ عالميا اتأخر اوش طبع ما تقولي ده مهم ده مهم ده مهم والاصلاح القضائي مهم محتاجنا للقضاء مهم خصوصا بعد التحول الرأس مالي في العالم صح؟ والتوجه نحن الديمقراطية جميل طرح ما هو كده عام؟ ليه بقى ظاهرة الاصلاح القضائي بدأت تنتشر قوي في اخر 20-30 سنة بس؟ ليه يعني ما حصلتش من 100 سنة؟ طبع ما هو مهم او كده فعايزين يجواب على سؤال تمام؟ Why judicial reform delay؟ ليه اصلاح القضائي يلا؟ اخر وجاي لسه في اخر 20-30 سنة ليه؟ تمام؟ يلا بينا واحد لأن نو دايريكت افد اصلاح القضاء عامل زي اصلاح التعليم كده احنا مثلا شغلنا على اصلاح التعليم بقى لنا عشرين سنة نسمع اصلاح التعليم اصلاح التعليم اصلاح التعليم طيب شفت علماء شفت علم زر مثلا عندنا شفت حد اخترع الحاجة جديدة؟ لا تمام؟ لان اصلاح التعليم ده نتايجه بتيجعل مدى بعيد البعيد. عندنا بقالنا 20-30 سنة بنصفها مصر. إصلاح القضاء. إصلاح القضاء. إصلاح القضاء. إصلاح القضاء. يا باشا وفيه خطوات فعلا حقيقية. وإزارة مرتبات وإزارة محاكم ومجمع المحاكم الكبير يتعمل في المنصورة في آخر 20 سنة. تمام؟ عملنا محاكم اقتصادية في آخر 20 سنة. ولكن نتائج الكلام ده بتظهر فيه مليلة؟ ولا بتظهر بعد 10 أو 20 وساعات 30 و40 سنة. فلأن إصلاح القضاء أصلا نتائجه على المدى لإيه؟ فكانوا منفضلوا من زمان. إمتى الدولة تهتم بالموضوع؟ لو أنا هعمل الحاجة النتائج هتيجي فورا. لأن هتتم بالموضوع. لأن الحاجة النتائجتها سريعة. مثلا الدولة تلاقيها مهتمة بالطرق بالكباري بالمدن الجديدة لأن النتائجتها تتجي إيه؟ أنت بتشوف الإنجازات قدام عينك. الله على الإنجازات أبه الحاج. تمام كده؟ وعلى فكرة هيفعل الحاجات مهمة. لكن نتائجتها بتشوفها بإيه؟ بسرعة ديبنية تحتية. فتلاقي الدولة مهتمة بها أكتر لأن النتائج بتاعتها ديبنية. لكن الحاجات اللي نتائجتها بطيئة أو على المدى البعيد بنسميها نوت دايريكت. نوت يالله؟ أو نو دايريكت افكت. يعني ما لهاش تأثير؟ لا ليه هتأثير؟ بس تأثير غير مباشر وبيجي على المدى البعيد. حاجة لسه هنشوفها ولدنا أو ولد ولدنا هنهتم بيها ولا اهتمامنا بيها يبقى وليل؟ وليل. فده اللي خلى الاهتمام بالقضاء يتأخر كتير. لأن ملوش تأثيرات فورية مباشرة. بالعكس تأثيراته غير مباشرة وعلى المدى بعيد. فتأجل كتير. كمام؟ اتنين. نو دايريكت ريفني. نو يالله. دايريكت ريفني. فكرة انك تصلح القضاء مش هيجيب لك فلوس وقتي. ازاي فهمني؟ لاخد مثال الاول يعني ايه فلوس وقتي؟ الدولة النهاردة فرضت ضرائب جديدة. قبل خمس ست سنين ما كانش فيه ضرائب على كروة الشحن. تدفع عن مية جنيه تاخد مية جنيه رصيد. النهاردة تدفع عن مية جنيه يجي لك سبعين ج مية جنيه رصيده وتلاتين جنيه رحمين؟ للدولة. اليوم اللي مصر طبقت فيها الضرائب على كروة الشحن. وكلنا حد بطل نشتري كروة الشحن؟ ولا هو مناشها على سنة مهمة احنا محتاجينها؟ مناشها على سنة مهمة احنا محتاجينها. فالدولة لما زودت الضرائب او زودت الجمارك في نفس اليوم لمت فلوس زودت سعر البنزين. في نفس اليوم لمت فلوس دي اسمها اثار وقتية وسريعة. يبقى يعني يالله يالله الدولة عندما تزود الدرايب او تزود الجمارك في نفس اليوم وبسرعة وهو مباشرة بتبدأ تلم فلوس فاتلقاها تهتم بحطة الدرايب لان تأثيرها مباشر وسريع لكن القضاء النهاردة عشان اعمل مجمع محاكم مصرف عليه ملايين عشان في الاخر يخليلي القضاء سريع عشان بعد كده يخليلي المستثمرين يجوا يقوم لما المستثمرين يجوا يقضوا يبنوا مصانع فالمصانع تكتر حاجات دي كلها مش تقصى في مريلة هتاخد ايه وقت فبالتالي لان القضاء لو النهاردة صرفت عليه بالعكس انا هصرف كتير لكن فلوسه هتيجي على المدى البعيد ونتيجته هتيجي على المدى البعيد مش هيدخلك فلوس وقتي يعني مش هيدخلك فلوس وقتي يعني مفيش ريفني ولا فيه ريفني بس على المدى بعيد بقى العكس بقى ايه؟ يعني عاللونج ايه؟ بقى نقدر نربط النقطين في الاول دول للقضاء اتاخر والاهتمام بالقضاء اتاخر لان بمنطقة البساطة مالوش تأثير مباشر تأثيراته غير مباشرة وبتيجي على المدى بعيد فالك خلاص اجلوا 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 لغاية ما بقى امر واقع نحن كده كده مضطرين لان العالم كله بقى رايح في الاتجاهة ده والمستثمرين بيحلقولنا يعد من قدامنا يروح الامراض يعد من قدامنا يروح السعودية يا ابن تعالى تمام؟ يروح سنجافورة يروح ماليزيا فبقى دلوقتي امر واقع فاتطرين بقى ان ايه؟ نطور القضاء في اخر 20 و 30 ايه؟ سنة لكن ليه قبل كده ما كناش بنطور؟ وليه القضاء تطويره تؤخر؟ بسبب الحاجة دي الله وليه اه؟ نفاء ماليزيا اي لا؟ افلسه التعليف عملي قبل كبير أهلا عندما قبل ما اتعالي نهت 2800 جنيه خدت العشرين الف جنيه النهاردة. كسبت القضية في شهرين. هاخد عشرين الف جنيه. اشتري بيوم لنا ايه؟ عايزه. طب القضية اتأخرت. قاعدت المحاكم عشر سنين. وانت خدت العشرين الف جنيه. يبقى عادل ولا مش عادل. عادل. ولكنها عدالة بطيقة. العدالة البطيقة دي ظلم بقى. بتبقى ظلم. لان بعد عشرين سنة ولا بعد عشر سنين العشرين الف جنيه دول هيكونوا فقدوا. قيمتهم. تمام؟ حد بقى يعرف في حسابها دي. هنجيب كم قضية. وتأخر كم سنة طب والفلوس كانت بكامل النهاردة والاسعار زارت. طب الانفليشن سعرها قد ايه؟ طب الفلوس دي فقدت قيمتها. بنسبة قد ايه؟ حزبة معقدة جدا. عشان نقول ان القضاء البطيق ليه اثار سلبية اقتصاديا. بالزاد؟ بالسبب ان الفلوس بتفقد ايه؟ قيمتها. لما انت تاخد حقك متأخر فالفلوس تفقد قيمتها. عشان تحسب حزبة زي دي معقدة جدا وصعبة جدا خصوصا لو هتحسبها على مستوى ايه؟ دولة. خلاص؟ فده خلى الاقتصاديين مش واخدين بال لهم من الاضرار. لان الموضوع اصلا. انا النهاردة مثلا عارف ان البتاع دي بازت وخلفتني عشرين جنيه حسبتها. لكن فكرة ان القضاء بطيق حسابتها وتأثيرها اللي على الاقتصاد. تمام؟ حسابته ايه؟ صعبة ومعقدة. فده خلى انا ما نهتمش بالموضوع ونعد نأجل نأجل نأجل. لغاية ما بقى امر واقع. ماشي؟ لبعد. هل فيه متخصصة في ظل العالم؟ اسمها المنظمة المهلبية لتطوير القضاء في كل حتة؟ يعني مسلا عندنا منظمة اسمها الورلد هيلث ارجانيزيشن. دي بتهتم بالايه؟ صح. وهي اللي ادت مصايح اقام الكورونا وقالت للنس لبسوا كماما وقفلوا. ايطال لي ما سمعتش الكلام لبسيت. تمام؟ تعالنا اخد مثال تاني. خلاص؟ عندنا الورلد تريد ايه؟ ارجانيزيشن. من اسمها بتهتم بالايه؟ وبس وانفتاح التجارة في العالم وتسويد الانفتاح والايه؟ والحرية الاقتصادية. تمام؟ هل بقى فيه منظمة في العالم اسمها كده؟ المنظمة القضائية العالمية لتطوير القضاء؟ لا. ما عندناش ده. تمام؟ اذا لا يوجد منظمة متخصصة لرعاية وتطوير القضاء. دكتور قال حاجة كده وزودة في المحاضرة. واعتقد برضه من الاسئلة اللي ممكن يجيبها في الانتحان. قال ان احنا عندنا حاجة اسمها مسلس ادارة الاقتصاد الدولي العالمي. مسلس يلا؟ ادارة الاقتصاد الدولية العالمية. يعني من فيه ثلاث مؤسسات او ثلاث منظمات عالميين. نقدر نقول عليهم الانتحان الدولية الانتحان الدولية. الكلمتين عندكم في الورق. هي مؤسسات اكصادية. خد عندك يلا. منظمة التجارة العالمية. ودي هدفها ايه؟ عارف ايه؟ عارف ايه نظمة التجارة وتحرير التجارة في العالم. عندك كمان IMF. دي منظمة او مش منظمة. منظمة دولية برضو. وهدفها تمول الدول اللي محتاجها. وبتدي كروض للدول الفقيرة. يبقى هدفها الفاينانس. هدفها يلا? فاينانس. وعندنا كمان البوب بتاعهم الورلت بانك. البنك الدولي. وده هدفه لما تعمل بعد الحرب العالمية التانية. انه كانت الدول المنكوبة والدول اللي تدمرت فساب بعد الحرب العالمية التانية. لان كان في دول تساوت بالقرب. زي المانيا واليابان. انه يساعدهم ويقومهم تاني علي رجلهم. وفعلاً المانيا قامت وبقت من اقوى دول العالم. وفعلاً اليابان قامت وبقت من اقوى دول العالم اقتصادية. تمام؟ جميل. يظل ال WTO متخصص في التجارة. يظل IMF متخصص في الفاينانس. يعني فاينانس بيمول الدول اللي ايه؟ الفقيرة او لما عاش فلوس. قام جيل World Bank قال لك هو القضاء ده ملوش اهل. انا وظيفت ان انا قوم الدول. صح كده؟ بعض الحرب العامات التانية. وخلصت وظيفتي. وقومت الدول اللي نهارت. تمام كده؟ طب ما تيجي اساعد الدول كلها بقى. طيب يا جدعان. ما تيجي تساعد الدولة. اهم حاجات ساعد الدولة فيها ايه. انك تحسن مستوى. المعيشة الاقتصاد. وبقى فيه international consensus. يعني ايه international consensus؟ معلم اجماع عالمي او اجماع دولي. على ان مستحيل يحصل تطوير الاقتصاد. بان انت تعالج المشكلة اقتصادية بس. لازم كمان تطور ليه؟ القضاء. تمام؟ فام الورلد بنك قال لك خلص. انا هتبنى المشروع ده. انا اه مسميش المنظمة الدولية القضائية. مسميش كده. انا اسمي الورلد بنك. بس انا هتبنى الفكرة دي. تمام؟ احنا معندناش منظمة تخصصة. ولكن مين هيتبنى فكرة دعم القضاء في كل حتة في العالم؟ الورلد بنك. تمام؟ هنا دخل الورلد بنك وللك. الورلد بنك تدخل اه احنا معندناش منظمة تخصصة. بس بس برامج كتير عالمية. لتمويل القضاء وتطوير القضاء وتطوير الدول النامية ومثلات الانترناشنال مش بس كمان الورلت بانك وكمان منظمات اخرى زي الانترناشن بدأت تهتم بالموضوع تمام بدأوا يعملوا بقى معلم خود عندك تمام بعدين لنا انترناشنال كونسنسس يلا لو حققت ان انت عندك يلا قضاء متطور قضاء يلا متطور جميل دي اقول شرط المهم ان هو قضاء اللي هو ايه وامبارشل و ايه و افشل زود معهم كمان وعملت اصلاح اقتصادي يبقى المؤسسات دي كان بتهتم الاول بس بالاقتصاد دلوقت كمان بقى بتهتم بلايه بالقضاء من اكتر منظمة فيه مهتم بالقضاء الورلت بانك النتيجة هتبقى اخد عندك ار وان و ار تو ار وان و ار ايه تو يلا طورنا القضاء وطورنا الاقتصاد النتيجة هتبقى عندنا يلا وكمان هيبقى عندك ديموكراتيك ترانسفورميشن هين ديموكراتيك ترانسفورميشن تحول ديموكراتيك ما انت لما تحسن الاقتصاد فالناس يبقى معاها مشاريع فالناس يبقى معاها فلوس فانفع يبقى ليها رأيي بعد ما كانوا عبيد وفلاحين في كل حتة في العالم في العصور القديمة ماشي مين بدأ يتبنى فكرة اصلاح القضاء ومساعد القضاء منظمات كتيرة وابنوك كتيرة على مستوى العالم مين بدأ يهتم باصلاح القضاء واحنا بقول بقى فيه اجماع انتناشنال ايالله كونسنسس تمام فيه ملظمات كتير وابنوك كتير على مستوى العالم بدأت تمول الدول وتديهم فلوس انا عايز اطور القضاء انا كدول وعايز اعمل محاكم جديدة وعايز ادخل كمبيوتر سيستم بس محتاج لي الموضوع ده مليار جنيه او مليار دولار معايش فلوس انا كدول معايش فلوس يوم ييجي الورد بنك يديك لايه المليار دولار تمام كده ويسلفك الفلوس ويقولك بفوائد قليلة جدا وبقى سددهم على مدى الباقية يعني بيساعدك او ساعات بيدي فلوس ببلاش كمان هبة كده ما بترجعش يا را مش كرود تمام فهنا الورد بنك بدأ يساعد مين كمان بدأ يساعد خد عندك فيه بنك اسمه البنك الامريكي فيه بنك اسمه البنك الاسيوي فيه كمان حاجة اسمها يبقى دول بتسمهم الاثر بانكس بتسمهم يلا الاثر بانكس تمام بنوك دولية اخرى برضو بتسلف ان ده حاجة اسمها اليو اس ايد يعني يو اس ايد حد يعرفها اليو اس الانايتد ستيت وايه دي يعني مساعدة حانو كده بدي اسمها المعونة الامريكية امريكا بتلعب لعبة خلاص اسمها اطعم الفم تستحي العين يعني ايه تديك فلوس ظاهرة ان هي بتساعدك اسمها معونة وفعلا بلا مقابل يعني دي مش كرد تديلك فلوس وبتخدهاش تاني حلو كده تخيل واحد كل يوم بيديلك 100 جنيه الصف هيعمل فيك ايه هتحكم فيك وعلى فكرة اسمه بابا تمام كده ماشي ماشي مش تقف تستقل مننا لما تبقى معاك فلوس امريكا بقى بتعمل كده مع الدول بتدي للدول ايه الله فلوس بلا مقابل وقصات كده بتتحكم فيهم تمام كده لك انا هساعدك وهساعدك عايز فلوس تسلح كده خد فلوس سلح كده تمام بس ببقى عندها بعد كده دي يجو تقولك ما تحاربش اسرائيل وقف ضد روسيا تمام اشتم العراق فقصات كده قصات النية بتساعدك بتساعدك اه وبتساعد القضاء بس عندها ايه فيه ضغوط سياسية واعتبرات سياسية في الموضوع تمام لكن مين اللي نيوته صافيا الورلد ايه بانك انه عنده هدف محدد ايه هو انه يساعد القضاء في العالم ويقوم الاقتصاد في العالم ده اللي الدكتور ايضا خلاص بس احب اكدلكو ان الورلد بنك ده مش احنا هنجاوب هنجاوب على ده ان الورلد بنك ما عندهش اهدف سياسية اما هو عنده يلا هدف محدد انه هو يطور القضاء طب بعد ما يطور القضاء فيطور الاقتصاد ويحقق الساستنا بالايه دي فلس تمام يبقى سألني على الورلد بنك الورلد بنك هدف يطور القضاء والاقتصاد سألك على اي بنك تاني او المعونة الامريكية بيكون عندهم اغراض ايه اه اصاد اللي بيساعدك بي اصادها بيضغط عليك في حاجة تانية او بيطلب منك طلبات اصادها ماشي تعال نقرأ الرقامين او كام حاجة كده نعلم عنيه ويبقى خلصنا اول صفحة كل الكلام فيها متعاد المهم ان في الاول شايفيني النقطة دي دي كلها بنسميها اسباب تأخر تطوير القضاء مش حنا بقولوا التطوير القضاء مهم اسباب تأخر تطوير القضاء الاربع اسباب دول هتلاقيهم هم اول فكرتين ماشي تخدش على الفكرة التالتة اللي هي بتقول هل عندنا منظمة متخصصة ولا لا يوجد منظمة متخصصة هل في منظمة في العالم منظمة تطوير القضاء لا منظمة مش موجود زي منظمة تسعر العالمية لا ده مش موجود تمام انزب بقى الفكرة الاخيرة ومع ذلك بالرغم ان احنا مش عندنا منظمة متخصصة الا ان مين تبنى الموضوع ده بقى فيه اجماع من العالم وبدأ يحصل اهتمام وبرامج ومؤسسات كتير تهتم ومنظمات دولية كتير تهتم لكن اكتر حد اهتم هو مين الورلد بانك تمام اقلي بالصفحة شوية ارقام واحصائيات لابد من حفظها بالتواريخ ويمكن ايه دي الارقام الوحيدة اللي عندنا في الجزء ده في المتر ماشي اخد عندك بيقولك ايه ان ريسبيكتو بورلد بانك مش قلنا بالمنظمات كلها بدأت تهتم منظمات كتير بدأت تهتم وتصرف بسمين الامطر حد اهتم تعانشو بورلد بانك صرف كام على الموضوع ده مبادرة او مبادرات في 1992 بالتاريخ المبادرة بقى لايه واسمها ايه انا عايش انا صلى حقضاء فهي بتعمل ايه واسمها ايه المبادرة فور ديفولوبمنت اند ريفورم اف جديشيال سيستم اولوبر دي وورلد يعني هو عايز نساعد تطوير القضاء واسلع القضاء في كل حتة في ليه؟ مع ان الورلد بانك لما تم انشاءه هو هدف اقتصادي في الاساس لكن النهاردة اكتشفنا عشان تطور الاقتصاد يبقى لازم كم انت تطور اللي ايه؟ ايه بقى خلاص يبقى اهتم بقى ده تمام؟ عمل برنامج او مبادرة سميه initiative او سميه program شايفين كلمة initiative؟ تحتها على طول تلاقي كلمة program سمى البرنامج ده ايه بقى؟ cold اسم البرنامج مهم the developmental goals for the new millennium احنا دلوقتي في الالفية الثالثة عدنا اول سنة الف سنة ثانية الف سنة دلوقتي احنا في الالفية لبعدها الالفية اللي احنا فيها دي كل الف سنة اسمها millennium زي ما انتم عارفين يعني تمام؟ the world bank financed تمام؟ بطريقتين بدأ اعمل support بدأ اعمل يلا؟ support فعمل حاجة اسمها financial support و technical support عمل حاجة اسمها يلا؟ financial support و technical ايه؟ support على مدار العالم دي المبادرة تمام؟ البداية في 92 ريتشد وصلت تمام؟ ل400 مليون دولار ايه بقى؟ الورد بنك لما بيجي يصرف في حاجة اسمها معونة مادية نقدية و معونة عينية تمام كده؟ ازاي؟ تيجي الورد بنك يديك في ايدك 10 مليون دولار يبقى كده ساعدك financial support financial يلا؟ خد يا بشر ابني محاكم وابني اللي انت عايزه ودي مرتبات اشتري كمبيوترات تمام كده؟ وحطها في المحاكم او يبعت لك اوضاء متخصصين ومعهم دكتورات في القانون وجامدين اوي جايين من امريكا وجايين من فرنسا على حساب الورد بنك يجوا عندك يشوفوا السيستم ويقول لك الاخطاء فين وعالج وعالج فهنا بعتلك ناس يساعدوك ويدوك نصايح تمام؟ فده اسمه technical support اسمه يلا technical support ماشي؟ المهم هل الورد بنك هو الوحيد اللي بدأ يساعد القضاء عالميا ولا بقى فيه اجماعة على كده؟ اجماعة يبقى بقيت المنظمات صرفت بس معظم المبالغ واكتر الفلوس اكيد هتبقى جاية من اين؟ من الورد بنك تعالي نسبت دك امام بالارقام يلا حتى فيبروري 2004 تمام؟ احفظ التاريخ بتاع الفين واربعة وورلد بنك وز ابل تو اتشيف توني فور بروجيكتز يبقى خد بالك واشتغل في 24 دولة وعمل 24 مشروع تمام؟ اربط الارقام ببعض الاربعة وعشرين مشروع دول في مناطق كتير جدا الورلد بنك موست اف دا وورلد بنك كارانت بروجيكتز معظم المشاريع بتاعت الورلد بنك الحالية خلاص ار فوكسد اون مع انه في الاساس فهو مؤسسة اقتصادية بس النهاردة واكتشف ان انت عشان صالح اقتصادي يبقى لازم تصالح ليه؟ قضاء فمعظم مشاريع الورلد بنك حاليا مدرن في العصر الحالي يبقى يتمرجز على صلاح القضاء تمام؟ في مشروع عمل بالفعل والدكتور ركز اوي على المثال ده في 2003 مشروع عمل بالفعل في الوست بنك اند غزة خد بالك بنك هنا مش معناه بنك مش معناه مصرف كلمة بنك ممكن يكون معناه عرف بانك ممكن يكون معناه ضفة النهر الوست بنك او الاست بنك فبانك ممكن يكون معناه ضفة ماشي؟ ضفة نهر خلاص؟ فلما قلوا الوست بنك دي الضفة الغربية تمام؟ في فلسطين وغزة دي الحتة اللي لسه بقية من فلسطين اللي اسرائيل لسه مقلبتهاش تمام كده؟ للأسف يعني ففلسطين عندها مشاكل كتير في الهوية ومحتلة ومعندهاش سلطة قوية ومعندهاش دولة بالشكل الحديث تمام كده؟ فبدأ البنك الدولي يخش يساعدهم في ان هم يعملوا مؤسسة قضائية لان هم كانوا منهارين خالص مش موجودين ونجحوا لأحد من ان هم يعملوا مؤسسة ايه؟ قضائية في غزة في الفين و ايه؟ تلاتة وفي كمان في الضفة الغربية المهم ان ده دي فلسطين يعني ماشي؟ اللي بعده كل اللي جايدة هتكلم بقى عالميا مش عن ورد بنك بس ماشي؟ يعني الفكرتين اللي فردوك كلهم نص الصفحة بنتكلم عن ورد بنك بس ومشاريعهم اللي جايين بقى كلهم هنتكلم على عالميا ماشي؟ معاقف العنصرة؟ يلا جادة دكتين politician زي مين بقى يلا ج اللي جاجين المجمد سلك معاونا الامريكية فلوس بتديها حكومة امريكا يعني انا بكلمة على امريكا كدولة بلا مقابل هبة كده معاونا بلا مقابل ماشي يوس ايد كل دول مع بعض صرفوا حوالي سبعمائة مليون حوالي يلا سبعمائة مليون فوق كل ناقلين كامل بنك الدولي الوحده ربعمية يعني ما زال معظم الفلوس برضو اللي بيصرفها في الحتة دي مين الورلت بنك تمام كده? المهم كل دول صرفوا على برامج اصلاح القضاء جديشة في USA من 26 دولة نامية كمان دول اوروبا الشرقية لان دول اوروبا الشرقية تعتبر دول نامية. اوروبا الغربية متقدمة اللي فيها فرنسا وانجلترا وتالمانيا. اما اوروبا الشرقية اللي فيها جورجيا مسلا ان روسيا بتعلم عليها دلوقتي ده اسمها اوروبا الشرقية هي قريبة عن روسيا دي اصلا دول на مياه كانت نامية وما زالت الى حد ما برضو نامية مش متقدمة او اي زي باعت اوروبا ماشيون؟ بس هم انه يعني المهم؟ هاوها هنفرر يا الله في اخر willi معظم المعونات الأمريكية والمعونات الأمريكية حدايا ما بتحدفش كتاكيد أمريكا هتدفع لك حاجة تحت مسمى أن خد صلح القضاء خد ساعد نفسك بس قصادها بتطلب منك حاجات وبتضغط عليك سياسية تمام لدرجة كتير جدا البرلمان الفلوس دي بتتصرف بعد موافقة البرلمان هناك مصر تعمل حاجة ما تعجبش أمريكا يقول البرلمان عامل اجتماع ويقول لك هنوقف المعونا عن إيه؟ عن مصر احنا بناخد من أمريكا سنويا 900 مليون دولار وساعات بيصلوا إلى مليار و400 مليون دولار كل سنة بيقولنا من مين؟ من أمريكا وده مش بس معونا بمزاج أمريكا لا دي مكتوبة في اتفاقية كان بدايفيد يعني أمريكا أغرتنا عشان نعمل اتفاق سلام مع إسرائيل إن أنا هتديك كل سنة ما يقارب المليار 900 مليون وقابلين للزيادة بيوصلوا أحيانا لمليار و400 مليون بس قصات كده بيتحكم فينا إلى حد الماد على أقل في السياسة الخارجية تمام؟ يبقى إذن المعونا الأمريكية وراها سياسات وضغوط وراها سياسات يلا وضغوط واعتبارات سياسية هذا المحدد وهو تطور الاقتصاد أنا لن أطور الاقتصاد لما أطور من الأول قضاء يبقى أطور القضاء عشان أطور الاقتصاد اللي هي المعادلة اللي هёзنا منتكلم فيها طور الاقتصاد وطور القضاء عشان تعمل كلمة السر كلمة السر أكتر كلمات لانتكون حافظهم ومعارف المعادلة بتاعتهم ممنين يودع على فين هو كلمة السر خلاص سباب